موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير الأنام أبي القاسمي محمد وآله الطيبين الطاهرين الكرام مشاهدين الأكارم أحبتنا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وألتقيكم في حلقة خاصة تأتيكم في ذكرى استشهاد شخصية علمية وجهادية هي شخصية التابعي سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه وقبل الخوض في تفاصيل هذه الشخصية والتعرف عليها أتقدم باسمكم لسماحة الشيخ جعفر الوائلي بالترحيب فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ ضيفا عزيزا علينا حياكم الله أهلا بكم ومرحبا حياكم الله سماحة الشيخ اليوم إذا أردنا أن نعرف شخصية سعيد بن جبير من هو سعيد بن جبير؟ سعيد بن جبير مولا من الموالي كان حلفا لبني أسد أي أنه لم يكن عربيا وهو من ذوي البشرة الداكنة يعني من الذين يعني ينحدرون إلى أصول أفريقية كما نعلم أن طبيعة المجتمع تفرض عليه أن يدخل في ولاء قبيلة من القبائل كما هو الحال عند الكثير من الشخصيات الإسلامية المهمة من أمثال عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه رضوان الله عليه وغيره من الذين كانوا حلفا لقبيلة من القبائل باعتبار أن المجتمع هو مجتمع لا بد فيه من الانتساب إلى قبيلة هذا الحال الذي قد سعى النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يلغى هذا الاعتبار يعني أن يهتم بالأنساب وهذا الذي يأمرنا به القرآن الكريم ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله ولكن أن يكون الانتساب أولا هو إلى الدين إلى العقيدة وأن تلغى هذه الفوارق العرقية والفوارق القبلية لكننا ما نراه أن السلطة شعت إلى ترشيخها رسول الله صلى الله عليه وآله تمكن من إلغائها في حياته المباركة كما يذكر ابن خلدون في المقدمة يقول أن رسول الله قد تمكن من إلغاء العنصرية والطبقية في أخريات حياته ولكنها عادت في أيام الخليفة الثاني فطريقة من الطرق التي يسيطر بها على المجتمعات هو من خلال إثارة النعرات القبلية فيها ونرى أن السلطة حين مصرت المدن الجديدة ولا سيما في العراق حين مصرت البصرة والكوفة مصرت على أساس قبلي فترى الكوفة مثلا باعتبار أنها كانت مسرحا للكثير من الأحداث طيب بل أهم الأحداث الإسلامية التي جرت في القرن الأول الهجري هي التي قد جرت في الكوفة نرى أنها مصرت على أساس قبلي فهذا الحي لبني أسد وذاك الحي لكندة وذاك الحي لثقيف وذاك الحي لغيرها وهكذا مصرت الكوفة على هذا الأساس فلذا من كان يعيش في تلك المرحلة لابد من أن ينتسب إلى قبيلة من القبائل سواء أو كان منها أو لم يكن منها ولكنه ينتسب إليها بالولاء وهذا الذي قد كان من سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه سعيد بن جبير لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وآله فهو قد كانت أو إسلامه أو دخوله إلى الإسلام أو مجيئه إلى البلاد الإسلامية مهاجرا قد كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلا أنه ما عرف عنه من بدايات حياته إلى وفاته هو ولاؤه وانقطاعه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم خصوصا وهو الذي قد كان ملازما لعبد الله بن عباس رضوان الله تعالى عليه ملازمته لابن عباس خصوصا في أخريات أيام ابن عباس حين ذهب بصره سعيد بن جبير كان هو من يقوده كان قائده سعيد بن جبير حتى تذكر حادثة في ذلك أن ابن عباس ومعه قائده سعيد بن جبير مر على جماعة كانوا يشتمون أمير المؤمنين عليه السلام السلام الله فقال سمعهم ابن عباس قال لسعيد خذني إليهم أخذه إليهم قال لهم من منكم قد سب الله قالوا معاذ الله ما منا من سب الله ومن سب الله فقد كفر قال من منكم قد سب رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا معاذ الله ما منا من سب رسول الله ومن سب رسول الله فقد كفر قال من منكم سب علي بن أبي طالب قالوا أما هذه فبلى كنا نسب علي بن أبي طالب قال اعلموا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ثم تركهم ومضى ابن عباس لم يكن يرى فقال لي سعيد بن جبير قال له صف لي حالهم بعد الذي قلته لهم صف لي حالتهم فقال له نظر إليك بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجازري قال له زدني قال ما عندي زيادة فقال له ابن عباس أحياؤهم عار على أمواتهم والميتون مذمة للغابري فالمهم ما عرفت به هذه الشخصية هو الولاء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم والانقطاع إليهم إلى آخر رمق من حياته إلى المجلس أو الموقف الذي قد أوقف فيه بين يدي الحجاج عليه العائن الله والذي أبى فيه أن يبرأ من أمير المؤمنين عليه السلام سلام الله عليه طيب دولة بني أمية إذا أردنا أن نتحدث كيف كانت في أيام سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه إن تحدثنا عن الحقبة التي قتلت شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه فالرواية عنهم عليهم السلام تقول ارتد الناس بعد مقتل الحسين إلا أربعة نفر الأربعة نفر هم يحيى بن أم الطويل وأبو خالد الكابلي وجبير بن مطعم وسعيد بن جبير سعيد بن جبير أحدهم أحد هؤلاء الأربعة ارتد الناس بأي معنى أن الناس أصيبوا بحالة من الإحباط فالمشروع الذي قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله جاء بمشروع عليه وعلى آله وآله صلى الله عليه وهو مشروع الإسلام هذا المشروع الذي يضمن لأتباعه السعادة في الدارين في الدنيا وفي الآخرة في الآخرة يأخذ بأيدي أصحابه إلى الجنة وفي الدنيا يضمن لهم حياة فيها من المثل وفيها من حفظ الحقوق ما لا تقع فيها مظلمة من أحد على أحد حين استشهد الحسين عليه السلام وجرى ما جرى يوم عاشوراء هناك حالة من الإحباط قد أصابت عامة المسلمين في أرجاء الدنيا أن هذا المشروع الذي قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله قد انتهى ولن يجد لنفسه نجاحا باعتبار أن حملت هذا المشروع وأن الدعاة الفعليين إليه وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وقد جرت عليهم تلك النكبة العظيمة في يوم عاشوراء لذا ارتد الناس بمعنى أنهم قد نظروا إلى لا ثمر مرجوة متوخات من مشروع الإسلام من مشروع الرسالة المحمدية التي قد جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله لذا دور الإمام زين العابدين عليه السلام ولا بد لنا من أن نتحدث للدور الذي قد كان للإمام باعتبار أن حياة سعيد بن جبير ولا سيما ما قد برز فيه وما قد عرف فيه من دور علمي قد كان في تلك المرحلة في أيام إمامة الإمام السجاد سلام الله عليه إمامنا زين العابدين ما قام به من دور وكأنها وكأن ما قام به الإمام كأنه قد كان نبوة جديدة إحنا أكفة صورة عالقة في أذهاننا بأن الإمام زين العابدين عليه السلام ذاك العليل المريض المريض إلى آخره وحتى ما قد كان له من دور منكمش على عبادة على صلاة على دعاء في الواقع حالة المرض التي قد كان عليها إمامنا زين العابدين كانت حالة وقتية لمرحلة ما جعل الله تبارك وتعالى من مرض الإمام زين العابدين سببا إلى أن يدفع عنه خطر القتل من بني أمية جانب العبادة والدعاء سلوك انتهجه الإمام عليه السلام في حالة تصحيح عملي وهذا المعنى يعني سبق أن أشرنا إليه في حلقات قد استضفنا فيها أيضا وهو أن دور الأئمة وما كان يؤديه الأئمة عليهم السلام من أدوار نجد فيها معالجات عملية تلامس الواقع لما كان يجري في تلك الفترة في مرحلة كل إمام من الأئمة من انحراف عن جادة الحق وهذا الكلام فيه ما فيه من الحديث الطويل الذي لا نريد أن نخوض فيه الإمام زين العابدين من أدواره ومن أدواره المهمة أنه أعاد رونق الدين وأعاد رونق هذا المشروع الذي رأى الكثير من الناس بل رأى عامة الناس إنه لن يثمر بما قد فعله بنو أمية من وعد للرسالة ونحن نزال في بداياتها شهادة الحسين بعد نصف قرن فقط من رحيل النبي صلى الله عليه وآله عن هذه الدنيا فالرسالة لا تزال في بواكير أيامها فيرى الكثير من الناس أن ما قد كان عليه بنو أمية أنهم قد اشتكتوا الرسالة من جذورها ولا يبقى لها من وجود ولا من ذكر بعد اليوم إمامنا زين العابدين عليه السلام وكأنه أعاد الرسالة بروح جديدة ليبعثها في نفوس المسلمين غضة طرية وليعتقد المسلمون من جديد أنها هي التي سوف تأخذ بأيديهم إلى حيث يريد الله تبارك وتعالى هذا الدور الذي قد قام به الإمام زين العابدين نراه في مقابله دور قد كان للسلطة الحاكمة يومها لبني أمية حين كانوا يسعون إلى طمس معالم الدين ذكرنا قبل قليل حين ذكرنا أن السلطة كانت تسعى إلى مثلا إثارة بعض النعرات القبلية والاعتداد بالقبيلة وبالنسب رغم أنه ذكرنا أن الدين يأمرنا بالاحتمام بهذا الجنب لكن لا أن نليح من الاحتمام بأن نقدمه على الانتساب إلى العقيدة كثيرة تنهي النعرات منها أنهم كانوا لا يولون أو لا يقدمون إلى صلاة الجماعة إلا العربي بحيث أن الحجاج حين دار الحديث ما بينه وما بين صاحب الذكرى سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه كأنما كان يذكره بفضل كان للحجاج على سعيد يقول له ألم تأم الناس إلى الصلاة وما كان يأمهم إلا عربي اعتبار في وقت هذا طبعا تشريع شرعه الثاني وظل ساري المفعول في خصوص أيام حكم بني أمية اعتبار أن بني أمية كانوا يعتدون بهذا الجانب بجانب الانتساب وإثارة هذه النعرات بشكل كبير وكأن الحجاج يذكره بفضل والحال أن الدين لا يعترف بأمثال هذه الأمور أبدا فيذكره يقول له بأنه أنت قد أممت الناس بالصلاة في الكوفة في بعض مساجدها والحال أنه ما كان يأمهم للصلاة إلا عربي وأنا سمحت لك بأنت أم الناس إلى الصلاة فتلاحظ هناك حالة من الابتعاد عن ثوابت الدين بل صورة الدين التي كان يسوقها الحاكم كانت صورة مشوهة صورة بعيدة عن الواقع يعني عفون هو كأنما أراد أن يبين له أنه متفضل عليه نعم يذكره بفضل كان للحجاج على سعيد بعتبر أنه لما أدخل عليه الحوار الذي دار بينهما وهو حوار طويل جدا وشيق جدا تعرض فيه الحجاج للكثير من القضايا التي فيها ما فيها من مذمة لبني أمية وكأنه بذلك يذكرها اعتدادا منه بها وهي في حقيقتها هي تذكر من باب الذنب لهم ومنها هذا الذي قد ذكرناه أنه كانوا يمنعون أن يكون في إمامة الجماعة غير العربي والحال أنه هذا لا صلة له بالدين أبدا وهذا طبعا من تشريعات الثاني التي ذكرنا التي قد بقيت سارية المفؤول خصوصا في أيام حكمه أحسنتم سماحة الشيخ واقعا عن الحديث معاكم ممتع ونافع لكن أستميحكم عذرا بفاصل قصير على أن نعاود الحديث بعده وإذا المشاهدين الأحبة فاصل قصير ثم نعاود الحديث مع سماحة الشيخ بأبي المغصول بالجراح والخد تريح بأبي العافر المستباح والشيخ خضيح أبكيك دما لمماتي ونوح عليك حياتي وأدوم على حسراتي سماحة الشيخ إذا أردنا أن نستكمل الحديث وفي ظل ما تحدثتم به وما تم طرحه كيف كانت الأحداث أو ما هي أهم الأحداث التي عايشها سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه سعيد بن جبير في أيام إمامة أمير المؤمنين عليه السلام هو قد سكن الكوفة من بواكير حياته قد سكنها وعايش فترة حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقد خاض مع الإمام عليه السلام حروبه الثلاثة الجمل وصفين والنهروان وبعد المصالحة ما بين إمامنا الحسن سلام الله عليه وما بين معاوية أيضا قد بقي سعيد بن جبير في الكوفة أيضا شأنه شأن الكثيرين من أصحاب أهل البيت الذين قد تعرضوا إلى مضايقات السلطة الأموية يوم ذاك في أيام حكم معاوية على يد ولاته الذين قد ولاهم على الكوفة بعد شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه نعلم أن الكوفة كانت منطلقا للكثير من الثورات التي قد قامت على حكم بني أمية ذكرنا قبل قليل الخبر الذي يقول ارتد الناس بعد شهادة الحسين إلا أربعة نفر في نفس الوقت الناس بعد أن استوعبوا تلك الصدمة لذلك الحدث الفضيع الذي قد جرى بشهادة أبي عبد الله صار هناك حراك يوم الحسين عليه السلام كسر ذلك الحاجز الذي كان يحاط به الحاكم جدار القداسة الموهوم الذي اصطنعته السلطة لتحيط به نفسها ولتظهر نفسها على أنها محمية بأمر الله عز وجل وأنها تحكم بأمره تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا موقف الحسين عليه السلام أزال هذا الجدار من القداسة هذا الحاجز الموهوم لذلك ظهرت الكثير من الثورات على الأمويين وكانت الكوفة هي مدار الأحداث في كل تلك الثورات التي قد قامت لكن ما حدثنا أن شعيد بن جبير أرضوان الله تعالى عليه قد كان له دور في ثورة التوابين التي قامت أولا ومن بعدها ثورة المختار إلا أنه قد كان له الدور في ثورة القراء التي قد قامت على بني أمية أيضا ويومها كان الحجاج عليه العائل الله هو الأمير على العراق من قاد تلك الثورة هو ابن الأشعث عبد الرحمن ابن محمد ابن الأشعث وإن كانت تلك الأسرة يعني نعرف ما لها من مواقف سلبية مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بل هم من أعداء أعداء أهل البيت إلا أن الثورة قد كانت على الحجاج والثورة قد كانت باسم القراء لذا التحق بها سعيد بن جبير وخرج على الحجاج ثائرا إلا أن الثورة لم تنجح كغيرها من الثورات التي قد قامت وقمعت تلك الثورة في منطقة اسمها دير الجماجم وقتل قائدها ابن الأشعث بعد ذلك سعيد بن جبير كان مطلوبا إلى الحجاج لذا لم يعد إلى الكوفة وإنما قد ذهب إلى مكة وكأنه كان محتميا بالبيت الحرام الذي قد جعله الله تبارك وتعالى أمنا لكل من يلتجئ إليه إلا أن هذا الأمن لم يكن أمنا لسعيد بن جبير ما دام بن أمية في الحكم فهم الذين ما كانوا يعيرون لأي مقدس أي اهتمام والكعبة المشرفة هي التي لطالما قد جرى منهم ما جرى لها من إساءات أحسنتم حضرتك ذكرت أنه سعيد بن جبير لم يكن له دور في مع المختار أو مع التوابين لماذا لم يكن له دور في تلك الثورتين؟ ما ذكرته هو أن التاريخ لم يحدثنا ما حدثنا بأنه قد كان إذن من الممكن أن يكون قد شارك أصلا من الممكن ثورة المختار خصوصا كانت حالة عامة في الكوفة لذلك حتى أن بن جبير حين دخل إلى الكوفة فيما بعد علم أنه لا بقاء ولا استقرار له فيها وأن الكوفة ستخرج عليه عاجلا أم آجلا باعتبار أن الحالة العامة التي قد كانت في الكوفة هي حالة سخط على كل من له دور في يوم عاشوراء أو كان له رضا ولو بمقدار ما عما قد جرى في يوم عاشوراء حال الكوفة كان يغلي كأن الكوفة شعرت بأنها قد قصرت في نصرة الحسين عليه السلام أن الحسين قد قتل على مقربة من أهلها ولم يكن لهم الموقف في نصرته لذا نرى أن الكوفة لم يهدأ لها حال وكل ثائر يثور كان يخرج مناديا بالثائر للحسين صلوات الله وسلامه عليه فسعيد بن جبير ما حدثنا أنه قد كان له دور واضح لكن أما أن تكون له المشاركة فلربما قد يكون له ذلك طيب كيف ولماذا ثار على الحجاج كيف خرج على الحجاج والظلم الذي استفحل في أيامه في أيام الحجاج والاستهانة بدماء الناس التي قد بلغت حالة لم يسبقه إليها أحد ولا سيما في العراق تعلم أن الحجاج بعد أن هلك جاءوا إلى سجنه والذي كان مجرد سور لا يقي من كان فيه من حر أو من برج سور بلا سقف وجدوا فيه تسعين ألف رجل وثلاثين ألف امرأة أي مئة وعشرون ألف غالبيتهم سجنوا بلا تهمة لا حوله ولا حوله أحدهم وهو من الطريف أو من المضحك المبكي كانوا يسألون من كان يطلق من سجن الحجاج لاحقا يسألونه ما الذي فعلت أحدهم سئل ما الذي فعلته قال كنت راكبا على راحلتي فحتاج إلى أن يذهب إلى بيت الخلاء جلكم الله إلى أن يقضي حاجته وهو يسير في العراء بالقرب من واسط التي بناها الحجاج وواسط هي نفسها أو قريب منها مدينة الحي قضاء الحي الذي قد دفن فيه سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه وسميت بواسط هو كان أميرا الحجاج على العراقين على البصرة وعلى الكوفة لأنها كانت تتوسط المسافة بينهما ما بين البصرة وما بين الكوفة يعني من أوجه تسميتها بواسط المهم في منطقة مكشوفة يعني في بر في أرض جرداء نزل من على راحلته ليبحث له عن مكان منخفض يقضي فيه حاجته فأمسك به حرس الحجاج وسجنوه إلى أن مات الحجاج مضى خمسة عشر عاما على سجنه وكل الذي قد فعله هو إنه قد مر بالقرب من الواسط ونزل من على راحلته سبحان الله فعلا هذا الله ينازب ذكره المهم هذا هو الذي قد فعله والكثير ممن قد أودع سجن الحجاج وجرى عليهم ما جرى قد كانوا بتلك الحالة كان متهتكا مستبيحا للدماء بصورة لم يسبقه إليها أحد ما فعله الحجاج يعني كل ما يذكر من أفعال الحجاج هي أقل بكثير مما قد جرى فعلا على يديه من هتك للحرمات ومن إساءة للمقدسات ومن سفك لدماء المسلمين يا سبحان الله يعني حقيقة مثل هؤلاء يعني العجب العجاب حين نسمع عنهم مثل ما تفضلتوا به الآن لكن كان بدي أن أسأل خروج السعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه إذا أردنا أن نسأل يعني ما هي المنجزات أو ما هي الأمور التي تحققت في خروجه وكيف كانت بالنهاية قصة استشهادة كما ذكرنا قبل قليل أن الثورة أن ثورة القراء لم يكتب لها أن تنجح وأن المشتركين فيها ولا سيما من الأسماء التي أعرف أنهم قد شاركوا في تلك الثورة ظلوا متخفين وهو منهم فذهب إلى مكة وكان الوالي على مكة يومها أيضا أحد ظلمت بني أمية من الذين قد سلطهم بني أمية على رقاب المسلمين اسمه خالد بن عبد الله القسري عليه العائل ولي على مكة كان واليا على مكة وبعدها أيضا ولي على العراق وأيضا سام الناس سوء العذاب في العراق لكن في أخريات أيامه عزله الأمويون وحبسوه في الحيرة وولي على الكوفة على العراق يومها وال جديد هو يوسف بن عمر الثقفي أيضا ظالم من ظلمة بني أمية حبسه حبس خالد القسري يعني عذبه في حبسه إلى أن مات على يديه خالد مات على يدي يوسف بن عمر خالد يومها طبعا هذا هو معنى كلام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صاحب السلطان كراكب الأسد اليوم هو قوي لأنه يحكم بتحت ظلي تحت مظلة بني أمية إلا أن بني أمية في الغد هم الذين انقلبوا عليه وهم الذين قد حبسوه وهم الذين قد قتلوه المهم خالد القسري وشى جماعة بأن سعيد بن جبير موجود في مكة فقام بحبسه وبتسييره إلى واسط إلى الحجاج والحجاج كان هو يد البطش الأموية وخالد القسري كأنما يريد أن يتقرب إلى الحجاج فيعلم أن منزلته إن ارتفعت عند الحجاج فهي سترتفع عند الخليفة الأموي ويومها كان الحاكم الأموي هو الوليد بن عبد الملك ثورة القراء وقعت في أيامه فلذلك قام بأنقبض على سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه وسعيد بن جبير كان في حال الطواف كان يطوف حول الكعبة المشرفة قطعوا عليه طوافه متحدين بذلك أمنا منحه الله تبارك وتعالى لكل من يلوذ بحرم البيت الطاهر قطعوا عليه طوافه وسيروه مسجونا إلى واسط إلى الحجاج فأدخل على الحجاج ودار ما بينه وما بين الحجاج حوار حين سأله من أنت قال أنا سعيد بن جبير فقلب الإسم إلى ضده قال بل شقي بن كسير قال أمي هي من أسمتني قال شقيت وشقيت أمك قال الله أعلم بحال الناس لكن ها هنا أود أن أشير إلى أمر الآن يحتفى بذكرى استشعات سعيد بن جبير رضوان الله تعالى عليه في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول يعني هذا المشهور ما بين الناس لكن إن قطنا إلى كتب التاريخ لو وجدنا أن كتب التاريخ تنص على أن وفاة أو استشعاد سعيد بن جبير قد كان في آخر شعبان في آخر يوم من شعبان وأن سعيد بن جبير دعا حين أمر به الحجاج أن يقتل دعا بأن لا يسلطه الحجاج على أحد من بعده وكان دعائه هذا مستجاباً هو صاحب الدعوة المستجابة ولم يسلط الله عز وجل الحجاج على أحد من بعد سعيد بن جبير وهلك الحجاج بعد سعيد بثلاثة عشر يوماً وهلاك الحجاج كان في الثالث عشر من شهر رمضان هذه التواريخ أو تاريخ حلاك الحجاج يكاد أن يكون تاريخ متفق عليه أنه قد حلك في الثالث عشر من شهر رمضان من سنة أربعة وتسعين للهجرة لكن المشهور ما بين الناس مثل ما ذكرنا أن شهادة سعيد في الخامس والعشرين من ربيع الأول وحتى يعني في مواقع الأهلة نجد أنه قد نص على هذا التاريخ لكن إذا قدنا إلى كتب التراجم إلى كتب التاريخ التي يعني ذكرت حياته وتقاصيل حياة سعيد بن جبير ومنهم ابن خلكان في وفيات الأعيان نرى بأنه قد ذكروا أن وفاته كانت في آخر شهر شعبان أحسنتم سماحة الشيخ يعني واقعاً الحديث معكم ممتع وشكراً حقيقة لكل ما طرحت لكن كما تعلم أنه نحن محددون بوقت وللأسف يعني أزف الوقت كما يقال أنا ممتن لحضورك ولكل ما قدمت واقعاً وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد بحق محمد وآله محمد الله رعاكم يحفظكم حياكم الله أما أنتم مشاهدين الأكارم فنشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة حتى نلتقيكم في حلقات قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة